أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان مثل ما وعدناكم يوم الخميس رح نرفع كل طلبات الصلاة وكل الاحتياجات نرفعها أمام العرش أمام الرب يسوع له كل المجد وخليني في البداية أقرأ آية من إنجيل يحنى إصحاح 16 وآية 23 وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا خلينا أكرر الآية مرة تانية حتى هيك يعني تتغمس نتشبع فيها بقول الرب يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا عم بشجعنا نطلب حتى يكون فرحنا كاملا مكتوب أيضا ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة الله بيتعامل معنا لأنه خلقنا لأنه افتدانا لأنه بحبنا لأنه أكمل عمل الفداء صار إلنا الدخول إلى الأقداس صار إلنا الدخول بثقة إلى عرش النعمة نتقدم إلى عرش النعمة الله بيعرف احتياجاتنا وطلباتنا قبل حتى ما نسأل أو نطلب لكن بشجعنا نطلب عشان يكون في استجابة صلاة حتى يكون فرحنا كامل وهي صلاة في أيام الميلاد المجيد وإحنا بنحتفل في هذه الأيام تكون أيام استجابات الصلاة أيام التعويض أيام البركة أيام التعزية أيام الشفاء وأيام الخلاص أيضا ومنصليها في اسم الرب يسوع المسيح طبعا عندي طلبات كتير رح أذكرها بشكل سريع وبردو كمان من شوي وصلني مجموعة طلبات إذا لم أقرأ كل الطلبات بحب أكد لك أو أكد لك أنه في مجموعة جيش من المصليين عم بيرفعوا كل احتياج كل طلبة صلاة بشكل خاص وفعلا إحنا عم نصلي إذا ما كملنا العدد الصلوات أو الأسماء ممكن في الخميس القادم لكن ابعتوا بطلبات الصلاة إمرانين بتقول السلام عليكم أنا بحب برنامجك أنا بدي زوجي يعرف الرب يسوع المسيح لكن بس كيف أنا ما أعرف بترجاك ساعدني وأنا بحاجة لإلك إحنا بحاجة للرب يا إمرانين وأمين هاي الطلبة اللي من قلبك الرب يحقق لك إياها قبل نهاية العام إن تشوفي زوجك مؤمن مولود من روحيا مخلص بنعمة الرب يسوع المسيح جايشة حبيب طلب صلاة من أجله ومن أجل عائلتي آمين مارلين باتو طلبة صلاة لأنه عندي وجع في الإيدين وتعباني جدا والرب يسوع المسيح يبارك خدمتكم أنا واثقا الرب يسوع المسيح يستجيب صلواتكم وشكرا لكم الرب يسوع يبارك خدمتكم آمين يعني مثل ما قلنا في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا إنه كل ما طلبتم من الآب بإسمي يعطيكم إحنا منطفق معك يا أختي نائلة شهين أطلب صلاة من أجل عائلتي أمري مون طلب صلاة من أجلي ليشفين الرب من كل ما عندي أمين طلبت صلاة للشفاء بسمة سشاية إذا مرات الأسماء بالخطأ سامحوني لكن بتقول آمين ربي وإله وسيد أنت واهب الحياة وانت قادر على كل شيء نضع حياتنا بين إيديك شاكرين إليك يا رب كل حين لأنك أنت حقا مصدر الفرح والحياة وبحبك الناس اللي بتبدأ كلماتها بالصلاة أرجوكم أخي نزار أطلب صلاة من أجلي لأن حالة الصحية غير مستقرة ويوجد فطريات على القصبات الهوائية مع العلم أن الرئتين هي زرع من شخص متبرع أطلب باسم الرب يسوع الشفاء أرجوكم أذكروني بسلواتكم أنت في صلاتنا أخت بسمة في اسم الرب يسوع اللي ابتدى معاك رح يكمل طبعا معاك منتهى جرجس مع ماري أمين يا رب صلاة من أجلي وعائلتي الرب يباركك صلاة للعيلة هون هون بنشوف في صلاة تحرير طلبت صلاة تحرير من كل القيود في حياتي أنا وعيلتي وتسهل وفرج زوجي عنده معاملة باسم يسوع العظيم صلاة شفاء قلب أرجو الصلاة من أجلي أنا وزوجي طلبي خاصة زوجي هيعمل عملية قلب يوم الأحد ويعود لخدمة وشعب الكنيسة كنيسته في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع المسيح من صلي قلب جديد لزوجي صلاة فتح الأبواب صلاة من أجل أن ربنا يفتح الأبواب المغلقة لأولادي ويبطل أعمال إبليس الموجه لهم أمين لا يعصر على رب شيء في اسم الرب يسوع كل آلة صورة ضد أولادك وبيتك لا تنجح في اسم الرب يسوع تكسر كل الأعمال السحرية وكل أعمال الشيطان ونعلن هذا الشيء بقوة اسم الرب يسوع وبدم الرب يسوع صلي لأجلي لأني أخوض تجربة أرجو من الله وكل ثقة بأنه سوف يسمع صوت صراخي هنا في شخص مجرب من صلي مكتوب لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا أن تحتملوا ربنا يصبرك ويعطيك فرح من خلال التجارب بدون ذكر الاسم سلام المسيح أنا من الجزائر قبلت الرب يسوع في حياتي منذ 22 سنة أشكر رب اللي خلصني أريد الصلاة من أجل ابني لكي يخلص ويجد الإطمئنان في حياته إنه علماني وينفي وجود الله وكذلك يريد الهجرة إلى أمريكا لحياة أفضل يعاني من الضيقات مع الإسلاميين في كل الميدين كذلك زوجي أريد أن تصلوا من أجل خلاص حياته آمين في اسم الرب يسوع المسيح من صلي من أجل خلاص زوجك وربنا يفتح عينين ابنك في اسم الرب يسوع بتقول إحنا متزوجين من 37 سنة ويعني هو إنسان عنده روح الخوف والخجل طبعا بقول حتى أفراد من عيلته بيكرهونا لأنه عم بيشتري محبتهم بالأموال والخدمات التي يقدمها لهم وهم ليسوا محتاجين هذا يدمر استقرار العائلة وحتى ابننا هذا يخجل من سلوكاته ربنا يباركك احنا نكمل الصلاة ياسر قاسم أطلب صلاة من أجل التخلص من مشكلة مهمة بالنسبة لي آمين في اسم الرب يسوع ماليكا زجلي سلام المسيح إخوة الأحباء ربنا يبارك ويسمر في خدمتكم طلبة صلاة من أجل خلاص أمي زوجي وأولاد الثلاثة وإخوتي آمين في اسم الرب يسوع في طلبة صلاة من صميرة للبنات أرجو منكم صلاة يا إخواني وإخواتي بالمسيح أنا أم لأربعة بنات أرملي من 2008 أصبت بمرض السرطان من 2005 حياتي كلها صلاة وتربية البنات أشكر رب يسوع المسيح في كل حين رسالتي مع البنات في هذه الحياة بحاجة شديدة للصلاة آمين في اسم الرب يسوع يحمي بناتك ويكونوا بنات الملكوت والرب يشجعك ويكمل عمل الشفاء في حياتك أخت صميرة ميسون بتطلب صلاة لأجل ابني شوان من التوحد وبتصلي من أجل ثمرة بطن إلى بني جوان وشفاء من حساسية البيض لحفيدة الوحيد دانيال باسم يسوع صلاة من أجل أخواي سنان عند روماتيزم بالدم وشفاء لزوج أختي تعبان ومريض ومتألم وإخواتي وعيالي لكي يعرفوا الرب يسوع والمخلص اسم أمين احنا منصل لشفاء وخلاص لكل أفراد الأسرة يا أخت ميسون روز بطريس بتطلب صلاة من أجل الأخت فريال طفلة عمرها 14 سنة مريضة بمرض السرطان يا رب تدخل سيتو مانيول طلبت صلاة من أجل ابني للزواج آمين الله يساعده ربنا يفتحها عليه باسم عباسي صلي من أجل ابني راشد مريم خشابة صلاة من أجل خلاص بيتي من كل شرير شفاء من أجل جارتي مصابة بفيروس جناء صرور طلبت صلاة شفاء لمشيل من مرض السرطان مرض سرطان بالدم في اسم الرب يسوع المسيح سوسا بشاي برضو بتطلب صلاة من أجل أخي سمير وهبة للشفاء من الكانسر آمين في اسم الرب يسوع المسيح منسأل ومنطلب شفاء كامل عثمان صليلي أنا عابر آمين الرب يحافظ عليك ويحميك ويستخدمك يا أخي عثمان هيام أطلب شفاء مصابة بمرض التهاب مفاصل ومريضة قلب تخثر بدم صلولي آمين طلبت شفاء في اسم الرب يسوع أميرة أرجو الصلاة من أجل ابن آدم يوفقه في الدراسة منصلي من أجل نجاح ابنك بالتوفيق أيضا هدى آمين يا رب يبارك حياتك صلي لأجل أولادي الرب يبعد على الشر عنهم آمين في اسم الرب يسوع منصلي من أجل حماية على بيتك وعلى أولادك نجات بليز صلي من أجلنا عندنا كورونا أنا وحماتي في اسم الرب يسوع منصلي ومننتهر هذا الوباء الكورونا أنت وحماتك الرب يشفيكو ويعطيكو الصحة ويكون شفاء عاجل وكامل في اسم الرب يسوع ناصر صلي من أجلنا أنا وابتسام يجمعنا هون بيطلب صلاة لم الشمل آمين يا رب جمعهم وحدهم وزلل كل صعوبة أمامهم في اسم الرب يسوع آم 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 كابوتشي صلي من أجل أولادي عشان دراساتهم ويقبلوا يسوع وأمي والشفاء وقبلها رب يسوع آمين رح نصلي من أجل صلوات شفاء في اسم الرب يسوع وخلاص لكل أفراد الأسرة هيفا طلبة صلاة رب يتمجد اسمه فينا عندنا أمراض مزمنة ويشفينا منه ودسك ضاغط على الرجل آمين رب يباركو يستجيب آمين رح نصلي شفاء للأخت هيفا والأفراد العيلة آآ نهى أذكروا صلاة من أجل أختي سوسن وكذلك كلوديا مصابة بالسرطان وكذلك من أجل شذاء ومن أجل كتفي كتير بوجعني وصلاة من أجل سعاد قدمها تؤلمها آمين إحنا منصلي ضد الكنسر في اسم الرب يسوع ومنصلي صلوات شفاء لكل هذه الإسماء اللي رفعت طلبة صلاة خلاص أولادي إيهاب وإنه الرب يتعامل معه ومع نصرة ودنيال ودينة وشفاء زوجي كريم آمين شفاء وخلاص لكل أفراد العيلة عمر أطلب صلاة من أجل الرب يحافظ على حياته ويحمينه من كل أعدائه ويحقق ليط الباطي كل احتياجاته بغناه ومجده في اسم يسوع آمين أخي عمر رب يحميك يحميك في اسم الرب يسوع ستلا يرجى الصلاة من أجل أخي زية لفقدان المناعة في جسده الرب يتمجد ويحرر جسده من المرض آمين في اسم الرب يسوع نطلب شفاء سلام الرب علي قسيس نزار أطلب منك تذكر أم أميرة في صلواتكم معها كورونا وهي بالمستشفى وبحالة سيئة طالبة أن تذكروها بصلواتكم واثقين أن الرب رح يستجيب ويلمسها لمسة شفاء تام وشكرا لكم آمين في اسم الرب يسوع صلوات شفاء وضد الكورونا رب نعطي استجابة صلاة سريعة وشفاء سريع أنا في ضيق روبرت يحكي جميل أنا في ضيق شديد لم أمر بهكذا ضيق من قبل اسمي روبرت جميل قبلت الرب مخلص منذ 1994 وأنا خادم الآن في كنيسة وأولادي خدام أيضا في بغداد سعدوني بمحبة المسيح بصلاتهم أنا أؤمن سورة هاي آه أؤمن بصلوات القديسين آمين أخوي روبرت ربنا يستخدمك ويكمل عمله في حياتك والكتاب المقدس بقول أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني في ضيقي دعوت الرب في كل ضيقهم تضايق تصور أخوي روبرت الرب حتى بتضايق لضيقاتنا ما أجمل الرب ما أعظم محبة الرب لإلنا إحنا معاك وإذا كان عضو بيتألم كل الأعضاء بتتألم شاعر معاك ومنرفعك بالصلاة في اسم الرب يسوع يفرجها عليك وعلى كل أولاد الأسرة فالله يعني مكتوب توبو لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب الله يفرجها عليك وعلينا إن شاء الله وهيكا تكون أيام حلوة وأيام فرج في اسم الرب يسوع بيبو بيكتب في الإنجليزي في اسم الرب يسوع المسيح وسام لو سمحتوا صلاة من أجل أمي لشفاءها من مرض السرطان تلاحظوا كل أسبوع في مجموعة وأنا أريد كمان مجموعة لوصلت اليوم يعني بصراحة هذا المرض عم بيكتر بدنا ننتهر الكورونا بدنا ننتهر السرطان مثل ما لاقوا علاج وحل الكورونا في الفكسين المصر كمان يلاقوا حلوا علاج للكانسر في اسم الرب يسوع ربنا يطول بعمرها أمين هي وبابه من أجل أن أخوي الكبير يلاقي شغل بالغربة ويسدد كل احتياجاتنا في حياتنا والرزق الكبير أمين وسام الراسي بيطلب شفاء للكانسر في اسم الرب يسوع للوالدي يا رب أنصار أست شاركوني أنا وزوجي مريد وأخواتي وخواتي وعوائلهم صلواتكم من أجل مرضانة والضيقات والرب يبارك السن القادم آمين في اسم الرب يسوع فقدنا من ماما هاي السنة والكل حزانة كأن الحياة وقفت ولا معنى لها لأنه صلينا كتير من أجل شفاء ماما صدقيني أخت أنصار بصراحة ما عندي كلمات أحكيها لإلك طبعا صعب صعب فقدان شخص عزيز ولسيما الأم يعني فقدان الأم صعب جدا الرب هو اللي عزيكي والرب هو اللي شجعك وثقي إنه الرب صالح وعنايته دائما للأفضل هي مع الرب خسارة إلنا بس ربح للسماء مكتوب وذاك أفضل جدا ربنا عزيكي يا أختي وطبعا رح نصلي من أجل كل أفراد العيلي أيضا إهاب مكدي صلاة لصديقة ربنا يفتح عنيها إلى الخلاص اذكروها في صلواتكم آمين أخ إهاب في اسم الرب يسوع هاي أعظم طلبات وخلاص النفس طلب صلاة من أجل زوجي وابني وبناتي رب يحميهم يبعد عنهم كل مرض وكل شر صلي بدون ذكر الاسم مش رح أذكر الاسم وشكرا آمين إحنا منصلي هاي صلوات الحماية كمان على زوجك وعلى أولادك وبناتك في اسم الرب يسوع نسرين صلاة للعالم بشكل عام ولعائلتي وأولادي يلمسهم الرب وهو فعلا صلاة واسعة هاي بس فعلا العالم محتاج لصلاة العالم محتاج للمسة الرب آمين يا رب هيك معرفة مجد الرب تملأ كل العالم في اسم الرب يسوع وخلاص الرب وشفاءه آآ 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 أيضا ميريل فضول صلاة من أجل أخو زوجي مريض جدا اسمه غسان وصلاة من أجل زوجي تفرج ضيقته ضيقته والرب يباركه يحميه بدم المقدس آمين 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 يا رب يعني في ضيق دعوت الرب والرب يستجيب كمان يشفي أخو زوجك في اسم الرب يسوع آآ براني جرجيس صلاة لعيلتي وأهل أصدقاء إن يسكن يسوع في قلوبهم لينالوا الولادة الروحية ونكون معه آمين آمين صلاة خلاص واليوم رح نصليها كمان أمير بهنام صلوا من أجل بنتي ليديا هي من ذوي الاحتياجات الخاصة يا رب يا رب تتدخل وتساعد يا رب احتياجها في اسم الرب يسوع هاللون بتقول محتاجة لصلاة لأجل جمع عيلتي احنا بانتظار نكون في بلد وحدي آمين مهند صلاة لي وأهل بيتي عشان ربي يغير حياته وأعطيني بركة ونعمة واليوم رح نصلي واليوم صلي معاي إنك تطلب وتقبل الرب يسوع المسيح حسنة بترجاكم اخوته صلوا من أجل أخي المريض إنه يلمسوا الرب لمسة شفاء عم بتعذب كتير أذكروا بصلواتكم دايما بليز إخوتي آمين 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 في اسم الرب يسوع فيفين تطلب صلاة لطفل حالته محرجة هو ابن صديقتي اسمه محمد عمل عملية نقل قلب وحالته غير مستقرة أرجو كل رجاء كل اللي بيسمعونا بتقول صلوا ربي يدخل ويعمل معجزة شكرا أخوي نزار آمين يا أخت فيفين رح نصلي من أجل الطفل آآ محمد اللي عمل نقل عملية نقل القلب وحالته غير مستقرة الرب يدخل في اسم الرب يسوع المسيح صلاة من أجل جوزي إنه يبطل شرب الخمور والحشيش طلبك إنه ما نذكر الاسم آمين في اسم الرب يسوع الرب يحرر جوزك من الإدمان إدمان الكحولة والسكر اللي بيخرب بيوت وبيخرب عائلات الرب يعني حرره بالكامل إنه ما يشربش يبطل الشرب في اسم الرب يسوع يتحرر عايدة صلاة من أجل الشفاء والتعويض لخسارتي من أجل السلام والأمن والراحة آمين نصلي الشفاء والتعويض اليوم آم أختنا سلوة سلوة صاير آم مرحبا شكرا انتبهتوا لي لقد صليتوا لي منذ سنة أنا شرحت مشكلة الصحية والمالية ودائما فريقكم يصلي لي منذ سنة آم منذ حادث اللي وقع لي في رمالة أنا سلوة كمال الصيغ أعمل قاضية بالمحكمة العليا جئت إلى رمالة في مهمة عمل لإصلاح القضاء منذ سنة ونصف وبعد قدومي بستة أشهر تعرضت لحادث طرق في 1 يناير 2020 وكسرت رجلي ومفصل الورك ودخلت المستشفى وقصبت بالتهاب كبير أثناء العملية وتطورت الأمور عملت خمس عمليات آخرها في 9 سبتمبر وتم تركيب مفصل صناعي وعمود للفخد وحتى الآن لا أستطيع المشي صلوا لي من فضلكم لكي يبنى العظم وأستطيع أمشي الدكتور بقول بدي يشوف بعد شهرين وأنا بصلي ربي يساعدني وقد ساعدتموني بصلواتكم ولكني أحتاج للصلاة دائما لكي أمشي تحل المشاكل المالية خاصة الوضع كورونا والكل مرتبك ربنا يعين ساعدوني بالصلاة لأهلي هنا لأخت لا أهلي هنا عندي أخت في لوس أنجلوس معيلتها كلهم أصيبوا بالكورونا وخلينا نرفع أختنا القاضية سلوا من أجل شفاء الكورونا من أجل كل عائلتها في لوس أنجلوس ربنا يشجعك ويغمرك بحضورك وأنت موجودة في رمالة وعلى فكرة الحالات في فلسطين في ازدياد كبير للكورونا برمالة بيتلحم في كل محل في فلسطين خلينا نصلي أنه ربي يزيل هذا الكورونا ابتدينا نسمع أخبار حلوة الفكسين اللي عم بيطلع إن شاء الله عن قريب الكل بيطعم ونخلص من هالبلوة هاي ومن هالوبا هذا لكن بعد شهرين أنت رح تشوف الدكتور أخت سلوا في اسم الرب يسوع منصلي بالإيمان إنه لما تروحي بعد شهرين يكون شفاء كامل ومش محتاجي لأي شيء في اسم الرب يسوع آمين جهان صلاة من أجل أختي صميرة والعيلي حنان والعيلي والنجلي والأهل جميعا للصحة والعافية صلاة بركة آمين سناء الوكيل طلب صلاة الشفاء آمين في اسم الرب يسوع فادية صلاة من أجل في بداية سرطان الفم في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع مننتهر ومنؤمر إنه هذا المرض يترك ولا رجوع لهذا المرض إلى الأبد في اسم الرب يسوع المسيح مريم صلام المسيح عليكم وسنة حلوة لكم مع المسيح أطلب صلاة من أجل سامية ربنا يسوع يشفيها ويفرج عليها سنة جديدة تكون سنة أفراح لكل العيلة آمين إحنا منصلي من أجل شفاء ومن أجل بركة في اسم الرب يسوع المسيح الأخ مينا فرحات أطلب صلاة لأخي الذي مات عدة أيام عمره صغير يعني شاب وأنا لم أراه لسنتين لبعد بيننا صار يعني بسبب البعد ما شفوش من سنتين صل إنه الرب يرحمه ويكون بجانبه مكتوب أخوي مينا عزيز في عيني الرب موت أطقياءه صعب طبعا إذا كمان شاب وكمان من سنتين ما شفته كمان الكورونا فصل يعني كتير ناس مرضه مش عم بيقدر يزوروا حتى عائلاتهم ربنا يدخل ربنا يعزيك حبيبي ربنا يعوض لك وأنا بتمنى أخوك يعني مؤمن وهو مع يسوع وتأكد وتذكر إنه في يوم من الأيام إحنا رح نشوفه في السماء فالرب يشجعك ويعزيك لكن أنا بحس معاك الأمر مش سهل بس الرب اللي هو يشجعك والرب هو اللي يعزيك كريمة صلوا لأخي إنه الله يفرجها من كل النواحي لأنه أصبح خمسين ومش متأهل وعاوز يستقر يعني المقصود زواج يلا ربنا يفتحها عليها السنة ويشوف بنت الحلال تكون مؤمنة كمان هو يكون مؤمنة يطلب الرب يسوع مخلص نصليله حتى يكون مؤمن ويفرجه يتحنن عليه ربنا كمان بستة تكون مؤمنة وتكون كويسة قلاسة تصلي علي عندي كتير وجع في قلبي وراسي أنا متزوج عندي ثلاث أولادي أمين في اسم الرب يسوع منصلي من أجل الشفاء أبو يوسف صلاة جماعية من أجل الأم عندها تليف في الرئتين تليف في الرئتين من فضلك ضروري ضروري لأجل شبابها وأولادها ورب نعود أمين أمين أبو يوسف المصري في اسم الرب يسوع نصلي من أجل هذه الأم اللي عندها تليف بالرئة يا رب يا رب صحر أنا ابنتكم صحر وأتابعكم دائما وأشعر بقرب المسيح وطمأنينة من خلال صلواتكم طلبة صلاة خاصة من أجل عيلتي وبناتي وبنتي تقوم في الولادة بسلامة يا رب عقد عمل لزوجي ويفتح له الطريق من حيث لا يوجد طريق وينجينا من كل شرير آمين 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 يا أختي صحر إحنا منصلي أنه يكون في ولادي روحية في اسم الرب يسوع المسيح منصلي من أجل عمل لزوجها وحماية أيضا في اسم الرب يسوع كل الطلبات اللي حططيهم الرب يتدخل ويستجيب نجاة السلوة صلاة من أجل أولادة عيلتي الآن هم بعدين عن الكنيسة وعن الرب وأكون شاكرة لكم آمين أختنا جاء منصلي من أجل خلاص العيلي هون طلبت أخت بدون ذكر الاسم بتمنى بترفع معنا صلاة بتقول لابنت عمت لقريبتها رجع لها المرض الخبيث بقوة في الراس والرأتين يعني عندها كانسر والأطباء قالوا صلوا وإحنا بنؤمن إنه لما بيعجز الأطباء وبيعلنوا إفلاسهم الله بعد إيده بقوة عجيبة ممدودة آمين أختي ربنا يباركك على هالإيمان اللي عندك آمين ياريت تصلوا لها بس دون ذكر الاسم لأسباب خاصة وإن شاء الله بعد الشفاء نشهد للجميع بالاسم كم صنع الرب وبارك وشفاء شكراً لبرامجك المشجعة أنا بآمن بقوة الصلاة وبظل أنتهر إبليس كل ما بسمع من الأقارب قديش وضعها صعب ما بخليني أشك بإمكانية الله أن يشفيها صلوا لأجلها آمين بالإيمان ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة وعاوز أكرر الآية مرة أخرى وفي ذلك اليوم مكتوب لا تسألونني شيئاً الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي أطلبوا تأخذوا ليكون ليكون فرحكم كاملاً في اسم الرب يسوع المسيح إنعام ممكن طلبت صلاة من أجل وأجل الأولاد اللي يكمل رب معانا رحلتنا وأهلي لكي ما الرب يلمس قلبهم وخلاص نفوسهم آمين هاي أحلى صلوات خلاص العيلي قصيس أنا واقع بمشكلة الآن أمر في الضيقة لدي مشاكل عائلية وخاصة زوجي بيذهب ويلعب بإقمار وهو عنيد ده الله يساعد الستة اللي جوزها عنيد وراسه يابس وهو عنيد وأحس الرب أغلق أبوابه جميعها علينا بسبب أخطاء زوجي صلي للرب يفرجها ويكسر كل إدمان لقمار ويحرره ويكون خلاص لهذا البيت صليلي في بيت أهلي لم يأتي يعني أنا موجود في بيت أهلي زوجي ما أجه من أسبوعين حتى ما شفش أطفاله ولا يقبل أن يأتي إلى بيت أهلي لأنه عنيد وأحسه دائما بعيد عنه صلولي بأن الرب ينور عقله يفتح قلبه من جديد صليلي لأن الرب يرانه يختار لي المسكن بما شئته ولن أرى مسكن لي لكي أجلس واحد صلي للزوجي حتى يتغير أنا بوضع مقلق ودايما خايفي ومريضة وحالة النفسية تعباني يا رب يا رب يا رب يفرجها يفرجها عليك يا أختي في اسم الرب يسوع المسيح خلينا نصلي أحبائي خلينا نصلي خلينا نصلي بالأول من أجل الأمراض يا ربنا يسوع المسيح يا من مكتوب عنك أنت هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد يا من كنت تجول تصنع خيرا وتشفي جميع المتصلت عليهم إبليس يا من كنت تطوف كل القرى تعلم في المجامع وتكرز ببشارة الملكوت وتشفي كل ضعف وكل مرض وتخرج الأرواح الشريرة يا من مكتوب عنك وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء نحن نأتي باسم الرب يسوع طالبين من الآب ليس لأي استحقاق فينا لكن يا رب تلمس كل الأسماء اللي رفعناها كل المرضى في اسم الرب يسوع المسيح مرضى الكورونا تشفيهم بالكامل مرضى الكانسر تعطي شفاء كامل وفرح في نهاية هذه السنة منصلي يا رب من أجل تحرير تكسر كل القيود والأثقال والأحمال اتحرر من الكحول يا رب من المسكر ومن القمار ومن الشهوة ومن الزنا ومنصلي يا رب من أجل المجربين تعطيهم نعمة وتلمسهم بمحبتك وعنايتك بالناس اللي بتمر في ضيقة في هذه الأيام ولسيما في أيام العيد افرج ضيقتهم خفف عنهم يا رب منصلي من أجل حماية وحفاظ لكل الأسر الأولاد والبنات جميعهم يعرفوك كرب ومخلص منصلي تحفظهم تحميهم في حقك وتغطيهم بدمك وترسل جيش من الملائكة تحيطهم تحفظهم وتعتني فيهم بصلي يا رب من أجل اللي طلبوا من أجل لم الشمل اتوحد القلوب لخوف اسمك وتجمع العائلات وتفرحهم في هذه الأيام منصلي يا رب انك تعز الحزانة اللي فقدوا أحباء في اسم الرب يسوع تعويد وبركة وبالروح القدس يا رب تشجعهم واعطيهم يا رب يكملوا رسالتك حتى يشوفوا أكبر عدد ممكن من الناس ترجع إلى معرفة خلاصك منصلي يا رب صلوات تعويض وصلوات بركة عود عن كل السنين اللي أكلها الجراد بسنين خير وبسنين بركة بحماية بسنين فرج وتعطي المطر المبكر والمؤخر يا رسالنا الرب وتفيد بكل غلة وبكل بركة وتفتح أبواب العمل وتكسر كل القيود واللعنة تتحول إلى بركة في اسم الرب يسوع المسيع منصلي يا رب من أجل لطلبوا النسل الصالح تعطيهم في هذا العام ترزقهم بأطفال في اسم الرب يسوع المسيع تعالوا نصلي أحبائي حتى نطلب ونفرح باستجابة الصلوات ومش بس إذا عندك طلبة صلاة إذا الرب استجاب الصلاة خبرنا حتى نشجع الآخرين ولكن أحبائي وحدي إذا لاحظتم مش بس في الكورونا والكانسر احنا منصلي اليوم من أجل شفاء كامل وتعويد وبركة في اسم الرب يسوع لكن منصلي من أجل خلاص النفوس حتى يكون شعارنا أما أنا وبيتي فنعبد الرب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك هل تريد أن تتحرر؟ هل تريد أن تخلص ويكون عندك حياة أبدية؟ أنا لو كنت في كنيسة وإنت عاوز يعني صلاة بقول ارفع إيدك أنت مكانك ارفع قلبك أمام الرب تحب تعيد هذه الصلاة؟ عيد هذه الصلاة من وراي صليها أيها الآب السماوي صليها ما تستحي أيها الآب السماوي أشكرك على محبتك العجيبة العظيمة أشكرك لأنك أحببتني أشكرك لأنك أرسلت ابنك وحيدك يسوع المسيح المخلص الوحيد حتى يخلصني أشكرك أيها الرب يسوع لأنك مت على الصليب من أجل خطيائي حتى تشفيني أشكرك أيها الرب يسوع لأنك قمت من الأموات حتى تبررني وتعطيني حياة أبدية صليها قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ سامحني على كل خطيئة طهرني من كل إثم أطلب قل له أيها الرب يسوع أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون ربي ومخلصة في اسم الرب يسوع آمين تعرف حبائي في موضوع الخلاص المشكلة الكبيرة هي الخطيئة الخطيئة بتوديني على جهنم والخطيئة بتفصلنا لكن نشكر الله أنه الله أرسل يسوع المسيح حتى يكون الوسيط وحتى فعلا من خلال ذبيحة المسيح بموته الكامل الكفارة على الصليب وقيامته من بين الأموات أعطانا حياة أبدية وإذا أنت صليت من قلبك الرب وعد أنه يعطيك حياة أبدية ويكتب اسمك في سفر الحياة هل بدك ضمان الحياة الأبدية ويكون اسمك مكتوب في سفر الحياة؟ قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة تأكد إذا صليتها من قلبك الرب حب وعد أنه يعطيك الحياة الأبدية وإذا أنت عاوز اسمك ينكتب في سفر الحياة قل له أشكرك يا رب لأنك فعلت وخبرنا من فضلك لأنه من حب انتابع معك الرب يباركك ويكون معك وفعلا كل هاي الطلبات الصلاة منرفعها بين إيدين الرب يسمع ويستجيب وخلال هاي الأسبوع منكمل بالصلوات من أجل كل الطلبات في اسم الرب يسوع آمين